أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بقارة الأفريقية ودفع جهود التنمية وتكامل القري وإعادة الإعمار وذلك باعتبار مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي تترأسه القاهرة هذا الشهر وقد نظمت الرئاسة المصرية لقاء لأعضاء المجلس مع أمين عام جماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتبادل الرؤى حول سبل الاستجابة للتحديات والتطورات المتلاحقة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط كما نظمت الرئاسة المصرية للمجلس زيارة لوفد المجلس إلى بور سودان في أول زيارة من نوعها منذ تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي عام 2021 حيث التقى وفد المجلس رئيس مجلس السيادة السودانية الانتقالية عبد الفتاح البرهان بالإضافة إلى العديد من رموز المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والقوى السياسية بالسودان وقد سمحت الزيارة لعدد من الدول الأعضاء أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بتشكيل رؤية متكاملة حول الأزمة السودانية وسبل دعم السودان الشقيق في الخروج من محنته بما في ذلك تيسير استئناف السودان لأنشطته بالاتحاد الأفريقي واستعادت تدوره الفعال في المنظمة القرية اشتركوا في القناة